عايزة تعكسيني؟ بصي يعني، كل ست حلوة بطريقتها ومش لازم يعي تعجب الرجالة لا، رجعنا تاني للكلام اللي أنا بفهموش منك يعني أنا لو مش هعجب الرجالة هعجب مين الكلاب؟ السؤال بسيط أنا مزة؟ ولا مش مزة؟ مزة طبعاً مزة أصلاً يا قلقانة قوي ليه؟ وليد كويس؟ إيه دخل وليد إن أنا مزة ولا مش مزة؟ إنت إيد ماغك ليه رايحة شمال كده تجاه وليد؟ فاكرة الراجل اللي أنا قلتلك إن وليد بيعكسه على أساس إن هو ست اسمها أيوة؟ اتقدملي اتقه؟ مالك مغدودة كده ليه؟ أنا بس مش فهمة إزاي يعني الراجل جابني مريتي وكلمني وقال لي عايزة أشوفك ضروري فاروحت قابلته تخيري طالع مين؟ مين؟ فاكرة المفت الشكري سالم اللي كان بيحقق في قضية ضرب النار بتاعت سعيد؟ هو؟ أنا زيك تنحت كده واتفاجئت قاعد معايا وقال لي إن هو غرض وشريف رغم إن هو لسه بيحب عزة ومش قادر ينسى عنيها عزة مين؟ اللي هو وليد اللي هو الست اللي كان وليد بيعملها له على النات ورغم إن هو متعلق جداً بعنين عزة وشايف إن هي أحلى عنين شافة في الحياة بس بما إنه مش طايل عزة فقال لك إيه أخد أي حد من ريحتها فكان بيشعر في عناية بصي كده العناية عناية أنا وليد شوى بعض جداً يعني أنت لو حطيت صورتنا جنب بعض ما تفرقناش عن بعض بصي 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 أهو أنا ولي بصي هو أنت بجد شايفة نعنيك يشبع عناية وليد؟ وقلت له إيه؟ ما هو ده اللي محيرني بقى هو صحيح الراجل يعني طول بعرض يعني ملونة أمور يعني مفتش قد الدنيا هو صحيح لما امراته بقى طلقها بسبب وليد اللي هو عزة أخدت كل حاجة حتى الشقة بس مش مشكلة هو بيخلص الوقت في شقة في التجمع الخامس قطين وصاله وفيو ما حصلش وحمام طه راجل بتكلامي بجد هو أنت هتوافق إيه؟ ما أنا بقى جايلك في الكلام ده السؤال اللي محيرني هل هو بقى عايزني عشان شخصي ولا عشان فيه حاجة بتقربه من عزة اللي هو مش طيلها عشان تعرف الموضوع على العينين ده بصي بصي نفس العينين بصي ده الراجل مريض يا زينب ده هو عنده شوية دهونة على الكبد بس خلاص هيعالجها قريب جداً هو صريحني بالتحاليل أنا صراحة أول مرة أعمل حاجة زي دي ولا يهمك الموضوع بسيط ريح شوي وأنت رح تخبرني شو صار معاك ليلة اضرب النار مش يعني حضرتك عايزة تعرفي كل حاجة عن ضرب النار عشان تقيموني نفسية نو كده أنا كنت مجدود ليلتها حابتين عشان وأنا نازل من البيت حصل يعني النقاش حاد مبيني ومبين شايماء مراتي فاً هو أنا ممكن أعود هنا ولا يدايق حضرتك طبعاً تفضل وممكن تناديلي نبيلة عاداً ميش يا نبيلة ها آه اه 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 طب اه انا هرتاح وهفض فضل لو حضرتك جيت يا عاتي طبعا انا اكيد اه ف زين كنت بقولك حصل يعني نقش حاد بيني وبينها اصلي هي قبلها اعترفتلي ان هي مش انها اكتشفت مؤخرا انها مش 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 بتحب الرجالة هي قالت انها مخدودة فانها تصدمت بس قلت لها نهدى ونتكلم بعدين بس انا تمام انا تمام مع الموضوع ومتصالح تماما مع ان اي حد من حقه يشوف نفسه بالطريقة اللي هو عايزة انا راجل متحضر وفاهم كويس قوي ان الحاجات دي بتبقى شخصية جدا وبتتعالج بهدو انا بس ما كنتش عالفة تعمل مع الموضوع ازاي فاهماني؟ خصوصا بقى ان رضوة واحدة صاحبتها بقت موجودة عندنا على طول شبه عايشة معنا في البيت فانا يعني ما كنتش مرتاح كنت مضايق وكنت عايزة فاهمها يعني ان لو في ما بينهم لو في كده ما بينهم ان انا مش هبقى مرتاح فاتخنقنا وانزلت يعني انت رسميا انا متأكدلي ان خنقتك مع شايماء هي السبب الاساسي الليش انت فقط اعصابك ليلة اطلق النار لا 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 خالص اطلاقا اطلاقا انا بس بدي حضرتك خنفية عن اليوم وليه انا كنت مشدود ساعتها انما انا عمتا بعرف افصل ما بين الشغل واللي بيحصل في البيت اوكي تمام بس في اي شيء زيادة بتحب تزيدو علي صار ليلتا؟ مفيش فبقولك يعني قلت لها انا رضوة دي مش عايزة في بيتي تاني قالتلي على فكرة انا ليا فالبيت ده زى انتاليك فيه فقلتا لها لا انا كلمة تتسمع فالبيت انا راجل البيت يعني لما مش Yah mak affected بالك فقلتلي اا انت حزز فى نفسيتك اللي انا اطولك قالتليها بقولك تحب رجالة تحب ستاتة ان مش هزشو فيه البت دي عندي فى البيت تانى ثم اه ان انا انا مضايق انا بقولك انا مضايق يعني ايه معنو اميراتي تقولني انها بتحبيش الرجالة مهانا هذا الرجالة دول هيا تعرف حد غيري أنا فيها عيب مثلاً خليها تحس كده أقول للناس إيه إن أنا ما عرفتش أخلي مراتي تحس إن هي ست روء استساعد طويل بينك شون وردوة الملزقة دي ها بتبصير تحدي بترحداني بتستفزيني أنا عارف أنا عارف إنها بتستفزيني ويقعدوا بقا يتوشوشوا ويتحاكوا مع بعض وبتاع وأنا قاعد وتستنى بقى لما شايماء تبقى ماشية في البيت وتقوم خبطها على أنا دهراها وتقول لها راب رابتش يا بيت وأنا قاعد يا أفندم وأنا قاعد دي قلة أدب وصفيلة حضرتك دي قلة أدب وصفيلة ومش قلة أدب وصفيلة طيب روق شوي أنا راح أقوم جير كباية ماي وأرجع لحضرتك أنا لو مكانك أخاف على وليد وليد مايتخافش عليه خليني في نفسي دلوقتي هل هو بيحبيني ولا بيحب عيون عزة وبعدين بصراحة أنا عايز أقولك إن أنا الأيام دي عندي مشاعر غريبة جداً تجاه وليد كل ما أشوفه كده بحسي بالغيرة لإني شكري قالي إن عنين عزة أحلى عنين شفها في حياته أنا راضي يا زمتك عني أنا أحلى ولا عنين عزة اللي هي يعني وليدي يعني بصي أنت أصلاً إزاي حطت احتمال تغطبتي بواحد شك إنه حطت عينه على ابنك ده أنا اللي يحط عينه على ابني خزقهم له ليه وأنا كتعة بقولك حاطت عينه على عزة ما هي برضو كانت مجنناة أنا مش عايز أقولك أنا بيقوله بعض كلام شكله إيه يا لا ويا لا ويا لا ده إحنا ياختش ما كناش بنات ما عزة؟ هي وليد وليد كان منتحل شخصية عزة عزة دي في دماغ شكري طويلة وعريضة وبيضة وجميلة وشيك مش ممكن طبعاً يكون معجب بالوقت وليد ذا الخنشور ده زينب لازم تبلغ لبوليس الرجل ده بيرفرت طب طرامة بيرفكت أبلغ لبوليس ليه؟ أنا خايف عليك يا قوي من الرجل ده والنبي بلاش هو بيحب كنتي ولا بيحب وليد؟ ولا قصة عزة؟ بقولك يقولي رأيك وبصراحة وبسرعة شكري بيحب عزة مش بيحب كنتي كنت عارفة أن يعنيها أحلى تلاقي زينت حتعياتي ولا إيه؟ ما تجمليشي الكلام أنا من الأول عارفة أنه أعايز عزة برسيب أجزب على نفسي أنا بيجزم حتعياتي أنا قز فما كانتش قز دي والله العظيم أما أما جا تكماوه مش عفلان دي بتحرقني جامدة أول من اللي بتعمله؟ التيل لا من اللي بتعمله؟ ولسه هتتعمي أكتر حضرتك سورت أحسن؟ اه أنا أنا آسف لو اتعصبت أبداً ما في مشكلة بس أنا لايه حق أتعصب يعني لايه حق أتضايق صح؟ بص أنا أنا اتكلمت كتير نفسي أسمع منك أي حاجة أي حاجة ليك؟ رح تكون صريحة معك ما هي مرتك مجرد قالت لك شعور عندها ممكن يكون شعور مؤقت بس أنت كنت شوية حساسة زيادة مع الموضوع على درجة أنك شكيت بوحدة من أصحاب العادية؟ حساسة شوية؟ لا لا حضرتك أكيد مش فهمة إي 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 إنتي بتكلمة